قلب اللوز او شامية الجزائرية التي لم يستغنى عليها في سهر رمضان الكريم وكامل يريدون أن يشروها خير من اللي يصنونها على خاطر تعبرها بزيفة بنينا ولكن اليوم جبت لك الوصفة الأصلية التي تنبيع برها كامل أسرارها خطوة بخطوة كيف تتعامل مع السميد وشكل جديله الماء وشكل تنقصي وأنواع السميد وشكل جديله الماء والسكر كذلك فما ترادش هذا الفيديو لأنك من اليوم ورايح إن شاء الله ستصنعها في الدار وما تشريهش برا بقوا معنا شاهدوا الفيديو لا تستغنى غيب اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس اللي يسير لكم كل جديد والبرتاج رب يحفظكم يلا بدون إيضانة أول حاجة تجيبي البلا اللي فيه 30 على 40 سنتيم هذا يرفض كيلو تع سميد الخاشن صحيح جيبي كيلو شري انا شريت على الميزان شوفي هذا اللون تاهي يجيبوني نوع الماء ما يجيش صفر وهذا الصعب نوع تخدمي بها القلب اللوز لذلك تبعيني خطوة بخطوة لخاطر العبرتاع الماش حال يستحق كياني يجي صفر شوية هذاك صفر ما يستحقش بزاف الماء أما هذا اللون تاعه جايبوني غامق فهذا يشرب بزاف الماء هنا بعد ما حطيتها على البلاو وقست بصبعي هذاك إذا ما كاش عندك الميزان عادي يعني ديري صبعك تحت هذاك الخط بشوية صحيح؟ هذا ما كان حطي هذا العبر كامل على البلاو ثم يكون كبير قصعة أو حاجة حطي سميدة وزيدي 750 جرام سكر كامل وحطي سكر وحطي سكر وزيدي 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 750 جرام نخلطها ملح مع السميد نحن نخلط أصبعي يديا ندخل هذاك السميد مع السكر بعدها نضع كاس مع مرتعمة ما عادي من حنافية وهذا الكاس يزين 220 ميللت كخطوة أولى فقط طبعيني نبدأ نكوب والرشغة بشوية وهذاك الكاس مشي صعيم منه منزج لا دو كنت شوفي بالنسبة لهذا السميد كما قلت لك يشرب الكثير ونزيد غيب التدريج ونحرك بأصابع يديا بهذه الطريقة لاحظة معي ندور في القصعة وباليد الأخرى نبدأ نطلع من تحت الفوق ونبدأ نحرك بأصابع يديا بعدما زيتها بالتدريج ونستجع الماء كيف تعرف الماء اذا لم ترد الكثير فيها بيدك كما انا لم ترد الكثير فأنا لم ترد الكثير أجبت 4 كاس تعمية اخر ونحرك ونقوم بتدريج ونقوم بتحبسة وقلت لك هذا السميد الصعيب ويشرب الكثير ولكن بإن شاء الله بهذه الخطوة وطريقة التي أريها لك سوف نشحي فيها ان شاء الله مئة بالمئة هنا لحظة معي هذا الربع الكاس تعمى زدت على دفعتين يعني زدت لشوية و بديت نحرك بهذه الطريقة من تحت الفوق و من بعد زدت الشوية اللي بقعت هنا كي زيرت عليها ره هي تفتت هنا ضروري ما تفتش تمتم دوك نوريلك وقتها تحبسي زدت الربع كاس واحد اخر وراني نحرك من تحت الفوق و ما نعجنش على خطر اذا عجلناه سنديمارونا سنديمارونا يعني العلك و هذا السميد يبصيناه في الكوشة شوفي اجمال الماء اللي درتها في هذا السميد مئةين وخمسين ميلي ولا قرام صحيح وهنا يعني هلا حسب السميد اللي يكون عندك انا درت الغلايب الغلايب صحيح وهذا الغلايب النوعية تكون اللونتها من هذا الاسمر فيشرب الماء بزاف هذا اذا كان الغلايب السميد الغلايب واللونتها أصفر فهداري تقدير الماء مئةين وعشرين فقط ما تزيديش هداك النصف كاس اللي زيتها من بعد او الربع هنا مهم حوطي بالتدريج كي تشوفيها قضبت سمعك هذه العجينة حبسي كي تنقبض معك هكا مليح ذلك نوريلك كيفاش هاني نحرك نحرك شوفي زائر عليها مليح ورفديها هنا هنا حبسي هايا نشوف كي تلمت معانا وكي تضغط عليها تفتت بسرعة يعني ما هيش مع الجنو وكي تقولوا شامية أصلية المحلات ضروري ضروري سميد يريح وكحد أقصى يعني يريح فيه 24 ساعة الوقت اللي بدينا فيه الخدمة الغدوة من ذاك نعود نقول لها ما تحلي عليها ما تطلع عليها موالو خلي سميد يريح على خاطره خاصة هذا السميد من هذه النوعية لانه يشرب بزاف الماء خلوه على راحته هنا قد نغطيه بكيس ونبلي عليه ونخليه جانبا اذا وصلتوا هنا ونسيتوا تضغطونا على زر لايك اضغطونا على زر لايك ربي يحفظكم واشتركوا في القناة وبرتاجوا باش تعمل الفائدة على الجميع رحوا مباشرة وجدوا الشربيس وهنا قدرت يطروا تعمى في رطل تع السكر كان بزاف يقول لك او جي حلوة لا ابدا جي معتدلة في الحلاوة فقط جربوا هذه الوصفة وردوا عليه هنا اضغطت لكم بالكيس باش تحسبوا اللي ما عندها جزامة باش تعبر يطروا تعمى وزدت السكر كذلك زوج كيسين وزيدي كيس ناقص اسباعي هذا ارطل يعني 500 جرام شريحة عليمون وعود قرفة يكون صغير مشي كبير نحركوا المكونات ونحطوه على النار كي تشوفيها بداية يغلي الغلية اللولة طفي عليه مشي تقارية عشرة دقائق طفي عليه ودوك نقول لك ما سوف نضيف له هنا بعدما اغلى معي الشربيس نقلحها على النار ونزيد لها فنجل تعمى زهرة البرتقال يعطي زهرة البرتقال اذا كان عندك مازهر كذلك ينفع ونقلع هذا الشريحة على ليمون وعوده على القرفة ونزيده فنجل تعمى زهرة البرتقال هنا اضفت ماء زهرة البرتقال يعطي زهرة البرتقال شبه بزيف سوف نحكم بشروه وتجربوه هنا كما تشوفي عبرتلكم بالكاس كذلك اللي ما عندهاش الفنجل هادا سوف نحكم بشروه المهم اضفت لك هنا نصف كاس نحرك المكونات ونجعلوه يبات سوف يشير بات واسمي لازم يباته هذه هي حطيها جانبا ونسيها الغدوة من ذلك عودة يقولي اسمي تاعك ليس تبقى كل خطرة تحلي عليه المهم هنا يجيب الوقت اللي البارح ووجدته حليه وما سيتلقى فيه لا الحبيبات ولا حتى حاجة ولا ميابس ولا تحاجة هنا فقط حركتها من الفوق الى تحت وزيت لها 50 جرام او 50 ملي تاع السمن السمن يكون دايب ودافي صحيح انا نصحكم بالسمن مشي زبدة السمن يعطيه بناء ويبقى هذه الشمية طرية وشبه هنا بقى يتحركي فيه حتى ترى ان السمن تخل في السميد ومن الفوق الى تحت بهذه الطريقة اللي نوريلك فيها سنسترع في الفيديو هكا باش ما يطلع لكمش الفيديو هنا جيبي 180 ملي او 180 جرام تع الماء اللي يكون عادي منحنا فيها وبداي هنا شوفي بداي تطلع فيه من الفوق الى تحت ضحدي معي نزيد الماء بتدريج ونحركوا بهذه الطريقة من الفوق الى تحت من الفوق الى تحت من الفوق الى تحت هكذا باش ما نعجنوهاش اذا زدنا لها الماء لحدها الشمية هنا تخسرلك وكل واحد اسميد التاعه اسميد هادى النوعية تشرف بالماء ولكن كوني حذرة هادى اسميد على الميزان كما قلت لكم هادى اللون التاعه يجيك شون لها قهوية هكا وقت ايش تحبسي من هادى التخلاط وتعرفي باللي بسميد التاعك راهو يجد باش طيب به دوكن وريلك وهادى العبسة هنا غادي نزيد كامل هادى كلمة اللي بقالي في الكيس ونبدأ نحرك فيها نحرك فيها انا ما نسحكش بالبيتخان لانه كان لي ما يعرفش كما قلت لكم مقبل قادر يربي لها لعلك لابع إلك لابعه احسنت و أضمن هنا لاحظي معاى يقوم بالملك الخبزة هكا تربدي هكا حجين صغيره ملعجين تحركيها كي تعاود ان تقيسها في القصعة لا تنتحل فقط ملمومة المهمة هنا سوف ندهن البلاد بالسمن السمن أحسن خرم الزبدة الزيت أحياني يجب لك القهمة لكي تأكلها الشمية تضرق المهم كاميرا نضع كامل السمية في البلاد نضع الشربيت نضع الشربيت نضع الشربيت على خطر الشربيت يعني تعطي لك لون رائع للشمية ونصحكم لكي تضرقها هنا كما تشاهدون اني مشيتها النقطة الأهم هنا ان الفرن يكون ساخن قبل ان تضع الشمية في البلاد يعني على 250-220 على أقصى درجة يكون ساخن مليح مليح دخلي في الرف الوسطاني شمية تاك بعد ما تدهنيها بالشاربيت دخليها في الرف الوسطاني مدة نصف ساعة حسبي لها بلا ما تحلي عليها بعد ذلك خرجيها الدهنيها بس من الفوق وعاود يدخليها 15 دقيقة تكمل طيابها شوية من تحت تحلي عليها تحلي عليها حمار في الجوانب تدخلي عليها من الفوق وطلعيها للرف الفوقاني تدخليها 5 دقائق اللون الأحمر اللي ميلي الساود هذا هاكا وخرجيها مباشرة كبيع لها شاربيت ودخليها للفورن بعد ما يكون طافي تشربها تمتم ودخليها 5 دقائق بعد ما يكون طافيه يومين 3 ايام المهم لا تخافيش عليها حتى السيمانة لا تقراس لا تتحماض لك مواله لماذا؟ لخطر لا تدخل الماظهر في السميد الماظهر تديرها في السميد يومين 3 ايام تبدأ تقراس لك تحماض لا تدخل ملح نور لانه في المحلات لا تدخل ملح لهذا الماظهر ويجعلها سيمانة عادة يبيعها على خاطر كل ما تزيد كل ما تزيد البنة ودكس يزيد يشرب شاربيت هنا كما تشاهدون قسمتها على الطول لانه في المحلات يقسموها اجبت هذه الكيسة وردت لكم هذه العفسة كيف تكبروها ورنج بيد معكم أرى ما شاء الله عليها مشربة ولونها هناك كما ينتبع هناك كثير من الناس نرى لكم هذه العفسة وردتها عند المحلات يجب أن يحطيك الشامية يقلبها لك حالها يقلبها لك لتذهب للدار الوقت الذي تذهب للدار لا يبقى أن تهوض ويهوض لك الكيسة لا يقلبها يجب أن تشربها من الناس ان شاء الله تكونوا فهمتوني ثم تكونوا في الدار تجدوا بصهم قلبيها وقلبيها وقت التقديم كما كانت على وجهها ويأكلها بالصحة المهم نرى ما شاء الله عليها هذا مكان نضيفها كثير منها يومي ثلاث يام ويأتي تشرب كثير وتجيب نينا المهمة هذه هي قربت لكم الصورة لتشاهده ان شاء الله تتبعوني خطوة النصائح كامل التي قلتهم تتبعوهم أي سؤال أي سيفسر كتبوه لي في التعليقات ان شاء الله قد نجاوب عليه هذه هي لا تستطيعوني أخوتي أخوتي باللايك والاشتراك في القناة جربوها وردو عليها تهلوا في رواحكم سلام نشوف الله يبارك شرايطرية